بعد النقل الدم بيحصل ان فيه سببها اميون ثرومبوسايتوبينيا ثرومبوسايتوبينيا نقص في الصفايع اميون يعني في عدم التوافق بين الانتيجين اللي موجودة على الدونر بليتلتز وبين الانتيبودز اللي موجودة عند الريسيبيانت اللي بيستقبل الدم خصوصا لما يكون عنده انتيبودز كتيرة لو كانت نقله دم كتير قبل كده او كانت حامل مالتيبيروس يعني خلفت كتير قبل كده يبقى عندك كميات من الانتيبودز فبالتالي اي بليتلتز تنقلها تتكسر انها عندها انتيبودز كتير ده ديزيز السلفليميتك يعني انا لو سبت ايه الكنديشن دي هتروح لوحدها ولكن لو كانت الحالة سيفير كيز الحالة دي محتاج ادي علاج مناعي اسمه انترا فينس ايميون جلوبلين اي في اي جي is indicated طب قدي بليتلت انقل بليتلتز عشان عاوض اللي بيكسر لا لانك لو نقلت بليتلتز هتتكسر بيبقى الحالة ايه هتسوق اكتر ومش هيحصل تحسر كل ما تنقل كل ما تتكسر كل ما تسوق الحالة بيبقى الحالة لا تزقى في السيفير كيزز بنادي انترا فينس ايميون جلوبلينز موسيقى